منذ تعليق روسيا عملها باتفاق تصدير الحبوب الأوكرانية كثفت تركيا جهودها لثني موسكو عن موقفها من أجل ضمان استمرار تدفق الحبوب الأوكرانية إلى الأسواق الدولية وحسب المسؤولين الأتراك فإن اتصالات على أعلى مستوى تجريها أنقرة مع موسكو ووفق كثيرين فإن الدور التركي مفصلي في هذا الموضوع فتركيا كانت أولى الداعين إلى اتفاق من هذا النوع بالاشتراك مع الأمم المتحدة وهو ما أصفر عن الاتفاق الذي وقع في يوليو الماضي واستقبلت إسطنبول مركز تنسيق تصدير الحبوب وأصبحت السفن الأوكرانية تدخل عبر مياهها البحرية وتخضع للتفتيش التركي بناء على الاتفاق وتثير المساعي التركية الراهنة شكوكا بشأن نجاحها خاصة مع إسرار روسيا على موقفها وتحذيراتها من مرور السفن من الموانئ الأوكرانية دون موافقتها وذهبت موسكو أبعد من ذلك حيث اشترطت تقديم ضمانات لعدم التكرار ما حدث قبل أيام عندما استهدفت مسيرات سفن روسية في ميناء سيفاستوبول اتهمت موسكو أوكرانيا وأطرافا غربية بالوقوف خلفه وقالت إنه استهدف سفنا في المنطقة الآمنة كانت جزءا من اتفاق تصدير الحبوب كما تقول موسكو إن العودة إلى الاتفاق ممكن بعد معرفة ملابسات الهجوم ومن النقاط التي تلقى رفضا روسيا هي وجهات الحبوب الأوكرانية إذ تؤكد موسكو أن الدول الأوروبية تستحوذ على الحصة الأكبر منها عكس الدول الفقيرة والتي تواجه أزمات الجوع وحسب مراقبين فإن تركيا ستحاول ثانيا روسيا عن قرارها ليس فقط بالنظر إلى أنها راعية الاتفاق ولكن أيضا بما ستجنيه من منافع اقتصادية وديبلوماسية موسيقى